استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي رئيسة مفوضية الاتحاد الأربي أرسولا فوندرلاين بحضور سامح شكر وزير الخارجية وكبار مسؤولي المفوضية الأرابية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية حيث أكد الرئيس سيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهل القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة وخلال اللقاء شدد الرئيس سيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعيات العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن مستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياقة إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب من جانبها عرضت رئيسة المفاوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الشأن كما شدد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاتع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم لسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء وهو ما اتفقت معه رئيسة المفاوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض تهجير كما أكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الدولية المعتمدة كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وتيقة وتم الاتفاق على مؤسرة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى أفاق أرحب في مختلف البجلات ترجمة نانسي قنقر